الحلقة 17 من مسلسل اختيار 3 اللي كان عنوانها أزمة السولر شهدت عودة الفنان إياد نصار لتقديم شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك اللي اغتاله جماعة الأخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونو وظهرت قصته كاملة في الجزء الثاني من مسلسل اختيار 2 الفنان إياد نصار ظهر ضمن أحداث مسلسل اختيار 3 الحلقة 17 في نفس دوره في الجزء الثاني من الاختيار 2 اللي جسد فيه دور المقدم محمد مبروك واتكلم خلال المشهد اللي جمعه مع ظابط الأمن الوطني زكريا يونس اللي بجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز عن الأوضاع السيئة اللي بتعيشها مصر تحت حكم جماعة الأخوان المسلمين وده بعد حضورهم جنازة اللواء علي اللي بيقوم بدوره الفنان محمد أبو داود وداخل أحد الكافيهات جلس العقيد محمد مبروك مع العقيد زكريا يونس وقال مبروك لزكريا حق اللواء علي هيرجع الأخوان غلطوا كتير وأحالوا عدد من الزباط للتقاعد واللواء علي رحمة الله عليه عارف تاريخهم القذر وإن الأخوان بيلعبوا على وطر الدين وعطفة المصريين لكن هنعرف نكشف وجه الأخوان القبيح للمصريين وبعدها بيقوم القياد الإخوان محمد البلتاج اللي بيجسد دوره الفنان هشام اسماعيل بالذهاب إلى مقر جهاز الأمن الوطني ليطلب من القيادات الأمنية في الجهاز التصديق على خروج عدد من المعتقلين ولكن العميد يوسري اللي بيجسد دوره الفنان محمد رياض أكد لي رفض التصديق على القائمة اللي فيها أسماء عناصر إرهابية ولكن البلتاج بيقول له إنه من حقه إنه يطلب الإفراج على المعتقلين دول علشان هو المسؤول عن لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس الشعب وخلال الحلقات اللي فاتت تم بس عدد من التسريبات لقيادة جماعة الإخوان المسلمين من بينها تسريب للرئيس المعزول محمد مرسي وهو بيتكلم فيه لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم خيرة الشاطر وقال فيه الرئيس المعزول البردعي زعلان كان هيموت على رئاسة الوزراء هيموت يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم وقال فيه الرئيس المعزول البردعي زعلان كان هيموت على رئاسة الوزراء هيموت يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم قال إذا مش موافقين قالوا ما عندناش مانح يا رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جدا وبيشارك في مسلسل الاختيار ثلاثة عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقق وخالد الصاوي اللي بيجتمعوا في عمل فني للمرة الأولى بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم أمير المصري محمود البزاوي سمر مرسي مجدي فكري ومن ضمن الفنانين اللي بيشاركوا السنة دي في مسلسل الاختيار ثلاثة بيومي فؤاد صبري فواز إيمان العاصي آدم الشرقاوي دنيا المصري وعصام السقق ومحمد رياض وشام اسماعيل بجانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بترميني